اليوم النهاردة حلو أكيد فالكلام هيبقى حل؟ أكيد صح كده؟ طبعا صح؟ طبعا جيم الأهلي النهاردة شكله حلو بس كلام كتير يتقال على الأهلي النهاردة وفوزه والكلام العظيم ده بس أنا عايز كلام على مرس الكولر تحديدا كلمني شوية عن مرس الكولر مرس الكولر في قبطان السفينة الأهلوية مرس الكولر بيقدم اللي افتقدوا النادي الأهلي بقواهات كتير قادر يكسب قادر يبقى فيه سيستم قادر يطور لاعبين قادر يشتغل مع مجموعة كبيرة قادر يرجع لعيبة بقالهم فترة طويلة بعاد قادر يخلق بروفايلات لعيبة جديدة قادر يحقق التوازن ما بين الشق الهجومي والدفاعي مرس الكولر اللي سبغته هجومية اللي الناس بتتكلم على أنه خمسة وستة وكنا بنشرح الحلقة اللي فاتت أنه إزاي مرس الكولر عنده خمسة وستة دايما وكثافة الهجومية اللي بعملها مرس الكولر مرس الكولر احتفظ بنظافة شباكه خمستاشر مباراة من 22 مباراة خدهم مرس الكولر حتى المباريات الصعبة بنتكلم حتى المباريات الكبيرة أمام الزمالك سلسية نظيفة أمام بيراميدز سلسية نظيفة مباراتين في كأس العالم ولأول مرة مدير فني يفوز في أول مباراتين لي في كأس العالم مع النادي الأهلي مرس الكولر خليني أقولك أنه كمان مش بس مارسل كولر مدير فن كبير مش بس هو قبطان كل شيء بيحصل داخل النادي الأهلي بداية من المران اليومي اللي بيحصل واستخدام الأدوات ده حاجات شفناها رؤى العين صح لا كمان مارسل كولر نفسه محظوظ بتواجده داخل النادي الأهلي مارسل كولر اللي عنده مسيرة تدريبية فيها محطات مهمة جداً كان أهمها المنتخب النمساوي والنهضة النمساوية في الكرة كان قبطانها برضو كان مارسل كولر لم يحقق أبداً 22 فوز متتالي إلا مع النادي الأهلي ولما بنتكلم على مارسل كولر والدور اللي بيعملوا مارسل كولر ده لا نغفل أبداً إنه موجود داخل منظومة حققت له كل اللي بيطلبه تقريباً إلا في بعض النقاط البسيطة فيما يخص التعاقدات لكن لما نتكلم على مارسل كولر وإنه قادر يحقق كل التوازن ده تحت كل الضغوط دي يعمل عملية التدوير وكل اللي عابها بتلعب أنا مش هننسى الكريم كلنا بنتكلم هنا في بدايات تولي مارسل كولر وقلتلك قلتلي في بعض المراكز فيها لعيبة كتير ترك كل اللي عيبة هتلعب قلتلك إن في لعيبة ممكن تبان إنها بعيدة لكنها موجودة كان حسان الشحاء قديمة اللي بيعملوا جميلة مش هنالي برضو أديلو الكريدة التاني وقلتلك ما عايزه تاني مهالي تاني عارفت تلوه مش هنالي قلتلك ما إنه كالناس والله بعد حالة مارسل بفكرني تاني إن هو قال إن حسين الشحات هياخد وحسين الشحات مش بره حسابات كولر ومش هيسين بس تتكلمنا كمان على المجموعة الأمامية بالكاملة لا لا خالص والله المجموعة الأمامية بالكاملة كريم بنتكلم على ستة وسبع لعبين زي ما الناس بتتكلم لما الهل يتعاقد مع القندوسي إن الأهل عنده زحمة فوسط المرعب كله هيلعب لإنه الراجل نفسه عنده قياسات بدنية بيعملها في كل مرة إنت لما تيجي تروح تشوف تفرج على تمرين النادي الأهلي اللي هو في غالب الحم بيبقى مغلق طبعا تتكلم الراجل جايب أجهزة جديدة يعني أشبهها للناس عارف العجل يا كريم بتاع اللي موجود في الجيمب جايب العجل ده متوصل بقياسات عايز يعرف اللعيب بقادر يعمل أديوه ده الشغل قديه اللعيبة بتستخدمها في كل مرة بيتعاقدوا فيها عشان يعملوا الريكافري الراجل قاعب بيشتغل في كل المحاضرات اللي بيعملها دلوقتي وبشغال نظري بس الراجل مش عارف يشتغل في الملعب ده بيقولك إنه الشغل اللي بيعمله في المتشاط دي مش شغل النهاردة والشغل اللي بيعمله طول السيزن في ميران النادي الأهلي مارسل كولر يستحق كل كلمة إشادة ولما رجي نشرح الشغل كالعادة كالعادة الشغل الفني بنتكلم على تمرس مدير فني إزاي يخلق الحالة وحالة التوازن داخل فريق اشتركوا في القناة